اشتركوا في القناة مراجعة الحركة الدورية وخصائص الموجات سنتعلم اليوم باذن الله في درسنا اولا تعريف الحركة الدورية ماذا نقصد بالحركة الدورية وايضا وصف القوة في نابض مرن وتحديد الطاقة المختزنة في نابض مرن وايضا المقارنة بين الحركة التوافقية البسيطة وحركة البندول وايضا حل مسائل مختلفة على البندول وايضا سوف ننتقل بعد ذلك ونتكلم عن الموجات وتحديد كيف تنتقل الموجات او كيف تنقل الموجات الطاقة دون ان تنقل مادة الوسط وايضا التمييز بين انواع الموجات الموجات المستعرضة والموجات الطولية هذا ما سوف نتعرف عليه اليوم باذن الله في البداية كما تشاهدون عزائي الطلاب هناك عدة اجسام تتحرك كما تلاحظون لدينا بندول الساعة يتحرك حركة متكررة ايضا لدينا ثق المعلق بنابض ايضا لدينا اهتزاز الشوكة الرنانة وايضا لدينا تحرك او تأرجح الارجوحة كما تشاهدون لو سألنا انفسنا ما هي الصفات المشتركة بين حركة الاجسام التي تشاهدها ما هي الصفات المشتركة بين حركة الأجسام التي تشاهدها لو تلاحظون جميع هذه الأجسام تتحرك بشكل متكرر وبشكل منتظر فهذه الحركة نسميها حركة دورية هذه الحركة التي تتكرر بشكل منتظر نسميها حركة دورية أو نسميها ماذا؟ نسميها حركة اهتزازية والجسم المتحرك حركة دورية هنا له موضع يكون فيه أو تكون فيها القوة المحصلة المؤثرة عليه تساوي صفر وهذا الموضع نسميه موضع ماذا؟ نسميه موضع الاتزان إذن هناك موضع يسمى موضع الاتزان والجسم المتحرك حركة دورية مثل هذه الأجسام يقول له موضع الاتزان وفي موضع الاتزان هنا تكون القوة المحصلة تساوي صفر وعند سحب الجسم بعيدا عن موضع الاتزان مثل الكتلة المعلقة بنابض أو مثل البندول عند سحب الجسم بعيدا عن موضع الاتزان فإن القوة المحصلة المؤثرة لا تساوي صفر وتكون قوة معيدة تعمل على إعادة الجسم في موضع الاتزان وهذه الحركات أيضا نسميها حركة توافقية بسيطة لماذا؟ لأن القوة المعيدة المؤثرة في الجسم هنا تتناسب ضرديا مع إزاحة الجسم عن موضع الاتزان لذلك نسميها حركة توافقية بسيطة ونستطيع أن نصف الحركة التوافقية البسيطة من خلال الزمن الدوري وأيضا من خلال ماذا؟ اتساء الحركة هذا ما تعرفنا عليه في دروسنا السابقة لدينا هنا سؤال في هذا السؤال يقول علقت أجسام مختلفة الوزن بنهاية شريط مطاطي مثبت بخطاف ثم رسمت العلاقة البيانية بين أوزان الأجسام المختلفة واستطالة الشريط المطاطي كيف تستطيع الحكم اعتمادا على هذا الرسم البياني ما إذا كان الشريط المطاطي يحقق قانون هوك أم لا طبعا إذا ظهر لنا الرسم البياني كما في الشكل عندما نرسم العلاقة ما بين القوة والإزاحة وظهر لنا المنحنة بهذا الشكل ظهر لنا علاقة خطية كما تلاحظون فهنا نستطيع أن نقول أن هذا المطاط يحقق قانون ماذا؟ ونقول أن القوة هنا تتناسب طردية مع الاستطالة إذن F تساوي Key X إذن نستطيع أيضا حساب Key والذي يمثل ثابت النابض أو يمثل هنا ثابت المطاط الذي طبعا علقنا به الأوزان نستطيع حساب هذا الثابت من خلال الرسم البياني طبعا ثابت النابض هنا يمثل ماذا؟ يمثل ميل هذا المنحنة لدينا سؤال آخر في هذا السؤال ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات الخاطئة في السؤال الأول يقول عند حدوث الرنين فإن الفترة الزمنية الفاصلة بين تطبيق القوة على الجسم المهتز تساوي ماذا؟ تساوي الزمن الدوري للذبذبة هل هذه عبارة صحيحة أم خاطئة؟ تعرفنا على الرنين في دروسنا السابقة وعرفناه وقلنا أن الرنين هي حالة خاصة وتعد شكل مميز للحركة التوافقية البسيطة وتحدث عندما تطبق قوة صقيرة في فترات منتظمة على جسم مهتز وهذا يؤدي إلى زيادة اتساع الاحتزازة والفترة الزمنية الفاصلة بين تطبيق كل قوة وأخرى هي تساوي الزمن الدوري للذبذبة إذن هذه عبارة نعتبرها عبارة صحيحة السؤال الثاني محصلة القوة للبندول عند موضع الاتزان لا تساوي صفر هل هذه عبارة صحيحة؟ كما ذكرنا عند موضع الاتزان إذن محصلة القوة تساوي صفر إذن هذه عبارة ماذا؟ مباشرة هذه عبارة خاطئة ثابت النابض يعتمد على صلابة النابض وخصائصه هل هذه عبارة صحيحة؟ نعم هذه عبارة ماذا؟ عبارة صحيحة أدينا سؤال آخر ما مقدار التغير اللازم في طول بندول حتى يتضاعف زمنه الدوري؟ مع مقدار التغير اللازم في طول بندول حتى يتضاعف زمنه الدوري الزمن الدوري للبندول يعتمد على طول الخيط ويعتمد على الجاذبية وهذا واضح من خلال القانون T الذي يمثل الزمن الدوري يساوي ماذا؟ To buy مضروبا في جذر L على G حيث L هي تمثل ماذا؟ طول الخيط و G تمثل تسارع الجاذبي إذن طول الخيط وتسارع الجاذبية لها تأثير على ماذا؟ الزمن الدوري نلاحظ العلاقة ما بين ماذا؟ ما بين طول الخيط والزمن الدوري طبعا طول الخيط أو عفوا الزمن الدوري يتناسب طرديا مع جذر ماذا؟ مع جذر طول الخيط إذن يتضاعف الزمن الدوري عندما يتضاعف طول البندول ماذا؟ أربع مرات يتضاعف الزمن الدوري عندما يتضاعف طول البندول أربع مرات وهذا بسبب ماذا؟ وجود الجذر لدينا سؤال آخر القوة التي يؤثر بها نابض تتناسب طردية مع مقدار استطالة هل هذا القانون هو قانون جول أم قانون هوك أم قانون نيوتن أم قانون فرداي أي الإجابات أو الاختيارات هو الاختيار الصحيح القوة التي يؤثر بها نابض تتناسب طردية مع مقدار استطالة ما هو القانون الذي يصف العلاقة ما بين القوة والاستطالة في نابض هو قانون ماذا هو قانون hook إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار B ننتقل إلى سؤال آخر من تطبيقات البندول من تطبيقات البندول البسيط استخدامه في حساب ماذا وزن الكتلة المعلقة تسارع الجاذبية الأرضية نصف قطر الأرض أم سرعة الأجساب أي الاختيارات هو الاختيار الصحيح من تطبيقات البندول البسيط استخدامه في حساب ماذا في حساب تسارع الجاذبية الأرضية إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار B حركة بندول الساعة مثال على الحركة ماذا الحركة المستمرة أم الحركة الدورية أم الحركة الخطية أم الحركة الدورانية أي الاختيارات هو الاختيار الصحيح حركة بندول الساعة كما ذكرنا هو مثال على الحركة ماذا الحركة الدورية إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار الثاني الآن ننتقل إلى مسألة حسابية تطبيقية على البندول في هذه المسألة يقول إذا كان الزمن الدوري لبندول طوله 36.9 سنتيمتر يساوي ماذا يساوي 1.22 ثانية فما مقدار تسارع الجاذبية الأرضية جي عند موقع البندول إذن يريد ماذا يريد حساب ماذا تسارع الجاذبية وهذه من تطبيقات على ماذا وهذه من ضمن التطبيقات على البندول قياس ماذا قياس تسارع الجاذبية الأرضية إذن في البداية سوف نضع القانون المستخدم لحساب الزمن الدوري لبندول T تساوي ماذا 2.5 في جذر L على G المطلوب هو ماذا الجي إذن الجي ماذا تساوي إذن الجي تساوي 4.5 تربيع في L على T تربيع إذن هذا هو القانون الذي سوف نستخدمه لقياس ماذا لقياس تسارع الجاذبية الأرضية إذن الآن الخطوة التالية هي ماذا هي التعويض إذن التعويض طبعا رح يكون الناتج النهائي مقداره 9.78 متر لكل ثانية تربيع إذن هذا هو مقدار تسارع الجاذبية الأرضية إذن بمعرفة طول الخيط أو طول البندول ومعرفة الزمن الدوري نستطيع حساب ماذا نستطيع حساب تسارع الجاذبية الأرضية من خلال البندول بعد ذلك تكلمنا في دروسنا السابقة عن الموجة وقلنا أن الموجة هي اضطراب يحمل الطاقة خلال المادة أو الفراق ولا ينقل جزئات الوسط الناقل وقلنا أن الموجات لها أنواع ما هي أنواعها الموجات ما هي أنواع الموجات للموجات ثلاثة أنواع ما هي النوع الأول موجات ماذا موجات طولية النوع الثاني موجات مستعرضة والنوع الثالث موجات ماذا موجات سطحية الموجات الطولية مثل ماذا مثل الموجات في النابض الموجات في النابض طبعا لو نلاحظ أن الاضطراب هنا ماذا أن الاضطراب في اتجاه حركة الموجة نفسه موجات مستعرضة مثل ماذا مثل موجات الماء مثل موجات الماء أو موجات الحبل ويكون الاضطراب والتذبذب عموديا على اتجاه انتشار الموجة النوع الثالث هو موجات ماذا؟ سطحية موجات سطحية وهي موجات ناتجة عن حركة دقائق الوسط في كلا الاتجاهين الموازي والمتعامد مع اتجاه انتشار الموجة مثل ماذا؟ مثل موجات البحار والمحيطات اذا هذه هي انواع ماذا؟ هذه هي انواع الموجات لدينا سؤال هنا يقول اختر الاجابة الصحيحة الموجة التي ينتقل فيها الاضطراب في اتجاه حركة الموجة نفسها اي في اتجاه موازي هل هي موجة مستعرضة ام موجة طولية ام موجة سطحية ام موجة كهرومغناطسية ما هو الاختيار الصحيح؟ الاضطراب هنا في اتجاه حركة الموجة إذن هذه نسميها موجة طولية نسميها موجة طولية إذن أعزائي الطلاب في دروسنا السابقة تعرفنا على الحركة الدورية وعلى الكتلة المعلقة بنابض وقلنا أن الحركة الدورية هي أي حركة تتكرر في دورة متظمة مثل حركة البندول وحركة الكتلة المعلقة بنابض وتكلمنا عن الحركة التوافقية البسيطة وهي التي تحدث عندما تتناسب القوة المعيدة والتي هي القوة المحصلة للقوة المؤثرة على الجسم عندما تتناسب هذه القوة المعيدة المؤثرة في جسم طرديا مع إزاحة الجسم عن موضع الاتزان فإننا نقول أن هذه الحركة هي حركة ماذا توافقية بسيطة وأيضا تكلمنا عن قانون هوك وقانون هوك يصف العلاقة بين القوة التي يؤثر بها نابض ومقدار الاستطالة الحاصلة في النابض وأن العلاقة بينهما طردية وخطية والعلاقة تساوي ماذا إف تساوي سالب كي إكس طبعا السالب كما ذكرنا هنا لاختلاف الاتجاه ما بين القوة والاستطالة الحاصلة أيضا تكلمنا عن البندول والبندول هو عبارة عن أداة توضح الحركة التوافقية البسيطة وهو عبارة عن ثقل معلق بخيط طبعا القوة المحصلة المؤثرة في البندول هي كما ذكرنا قوة معيدة تعيد البندول إلى موضع الاتزان وموضع الاتزان هو الموضع الذي تكون فيه محصلة القوة ماذا تساوي الصفر وطبعا القرض من البندول أو من التطبيقات على البندول هو ماذا حساب تسارع الجاذبية الأرضية أيضا تكلمنا عن الرنين في دروسنا السابقة وقلنا أنه شكل للحركة التوافقية البسيطة ويحدث عندما تطبق قوة صقيرة ويؤدي إلى زيادة ماذا اتساع الاتزان أيضا تكلمنا عن الموجات وعرفنا الموجة بأنها اضطراب يحمل الطاقة خلال المادة أو الفراق ولا تنتقل جزئات الوسط الناقل وذكرنا أنواع الموجات وذكرنا أمثلة على هذه الموجات وتكلمنا أيضا عن نبضة الموجة وهي نبضة مفردة أو اضطراب مفرد ينتقل خلال الوسط إذن هذا أبرز النقاط التي تكلمنا عنها في دروسنا ماذا السابقة إذن بهذا أعزائي الطلاب وصلنا لنهاية مراجعتنا لهذا اليوم أتمنى أن وفقنا في تقديم كل ما هو مفيد لكم بإذن الله نلتقي بإذن الله في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة